موسيقى معانا النهاردة صوت من الزمن الجميل لقبها الشاعر كامل الشناوي بقروان الشرب الفنانة الكبيرة الراحلة فايزة أحمد ومحطات في حياتها ولدت الفنانة فايزة أحمد عام 1934 في مدينة صيدة لبنانية لأب سوري وأم لبنانية وقد انتقلت لتعيش في دمشق وهي في عمر 11 وتدربت على يد الملحن محمد النعامي البداية حينما تقدمت لإزاعة لبنان وأيضا رفضت من إزاعة دمشق لتتقدم مجددا إلى إزاعة حلب وبالفعل زعستها حتى طلبتها إزاعة دمشق لتقدم مجموعة من الأغاني بعدها سفرت فايزة أحمد إلى العراق حيث التقت بالموسيقار ريد علي والذي قدمت معه مجموعة من الأغنيات باللهجة العراقية قام بكتابة كلمتها وتلحنها أيضا قبل أن تقرر السفر إلى مصر تقدمت بعدها للإزاعة المصرية التي نجحت فيها وقدمها صلاح زكي في أغنية من ألحان محمد محسن وبعدها التقت بالموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي والذي قدمت معه العديد والعديد من الأغنيات وتعاونت أيضا مع محمود الشريف والتقت بالموسيقار الكبير محمد عبد الوهاف في أغنية هان الود فاستطعت فايزة أحمد أن تحقق شعبية كبيرة في مصر وساعدها على ذلك موهبتها الكبيرة وسطها المميز خلال مشوارها الفني قدمت الفنانة فايزة أحمد حوالي 320 أغنية للإزاعة و80 أغنية للتلفزيون بالإضافة للحفلات التي أحيتها وقدمت أغنية ست الحبايد والتي تعتبر من أشهر وأنجح الأغنيات للأم ومن أغنياتها أيضا أنا قلبي ليك ميال ويمة الأمر على الباب وخليكم شاهدين وبيت العز وقدرت تهجر وبكرة تعرف وحيران ورسالة من امرأة وغريب يا زمان وفي عام 1957 قدمت الفنانة فايزة أحمد أغنية أصمر يصمراني والتي تم تقدمها في فيلم الوسادة الخليا للفنان الرحل الكبير عبد الحليم حافظ والذي قام بعدها بتسجيل الأغنية بصوته مما أغضب الفنانة فايزة أحمد التي اعتبرت الأغنية حقا لها خصوصا أنها حققت نجاح كبير وقت عرض الفيلم فقررت أن ترد الموقف بطريقة صاخرة فغنت أغنية هاتولي وبولي الحريقة والتي كانت على وزن أغنية حليم ولولي الحقيقة وظل الخلاف لفترة حتى أنهم كانوا لا يتشارقان في أي حفل من المفترض أن يجمع بينهم حتى تم الصلح بينهم عام 1973 شاركت الفنانة الراحلة فايزة أحمد خلال مشوارها الفني في سبع أفلام بدايتها كانت عام 1957 بعد أن شاركت في فيلم تمر حنة مع الفنان الكبير رشدي أبوزة والفنانة الراحلة نعيمة عاكف وقدمت خلال الفيلم مجموعة من الأغاني وبعدها شاركت في فيلم امسك حرامي وفي عام 1959 شاركت في فيلم المليونير الفقير وفي العام نفسه شاركت مع الفنان الكبير الراحل محمد فوزي بطولة فيلم ليلى بنت الشاطئ كما شاركت في فيلم علي اسمراتي وفي عام 1961 شاركت في بطولة فيلم أنا وبناتي وكان آخر أدوارها في فيلم منتهى الفرح عام 1963 وعلى الرغم من نجومياتها كفنانة إلا أن مشاركتها في بطولة أفلامها السبعة لم تؤهلها أبدا لتحصل على البطولة المطلقة سينمائيا على غرار العديد من النجمات وقتها مثل كوكب الشارك أم كلسوم والفنانة شادية والفنانة وردة تزوجت الفنانة فايزة أحمد خمس مرات الأولى كانت من السوري مختار العابد والذي اكتشفت أنه تزوج قبلها أكثر من عشر مرات وأنه بيستغل زوجاته لجني الأموال وتم الانفصال بعد فترة كثيرة بعدها تزوجت من المونالاجست أمر النعامي ولكنها واجهت الأمر نفسه بعد أن اكتشفت أنه كان يستغلها فانفصلت عنه أيضا والزوج الثالث كان العازف عبد الفتاح خيل بعد أن تعرضت للمصير نفسه في زيجتها السابقة أما الحب الوحيد في حياتها فكان للموسيقار الكبير محمد سلطان وهو الزوج رقم أربعة وبالفعل ظل الزواج تيلت 18 عام وانجبت خلالها توأمها عمر وطايق ولكنها طلبت الطلاء لتتزوج من ضابط المرور عادل عبد الرحمن والذي عاشت معه تجربة قصية جدا فكان يصغرها بعشر سنوات وتوقع الجميع أن تفشل هذه الزيجة لعدم التكافؤ كان يعاملها بقصوة وتتعرض للضرب والإهانة حتى أنه في إحدى المرات كاد أن يرميها من الطابق السادس مما جعلها تطلب الطلاء وبعدها ساومها لتدفع 35 ألف جنيه مصري وهو رقم ضخم جدا في ذلك الوقت إضافة إلى أنه هو أخذ سيارتها ليتم الإنفصال وبعد هذه التجربة الصعبة اكتشفت الفنانة فيز أحمد إصابتها بالسرطان كما أصيبت أيضا بانهيار عصبي فعادت مجددا لحب حياتها الموسيقار محمد سلطان الذي أصر على العودة لها حين علم بمرضها فماتت بين يديه كما طلبت بعدما عرفت بمرضها تعتبر الفنانة الرحيلة فيز أحمد من ضحايا عمليات التجميل حيث كانت تعاني من النحافة الشديدة جدا فقررت أن تجري جراحة لنفخ الخدود والتي كانت تجري لأول مرة في مصر وأخذت هذه الخطوة حرصا منها أن تظهر بشكل أفضل إلا أنها سرعان معانت من مرض السرطان والذي ظلت تتعالج منه حتى آخر أيامها كما أشع أيضا أن السبب هو إجراءها عملية لتجبير السدي فتعتبر فيز أحمد من أوائل السيدات اللواتي لجأنا لعمليات التجميل وفور علمها بالمرض صفرت للخارج لإجراء جراحة لكنها لم تنجح بل تمكن المرض منها وعادت لتسجل أغنية لا يروح قلبي والتي أعجبتها كثيرا ولم تستمع لنصائح الأطباء لتكون آخر أغنية تسجلها ورحلت عن علمنا الفنانة الكبيرة فيز أحمد في 21 ستمبر عام 1982 عن عمر ناهز ل52 عام بعد صراع مع مرض سرطان السدي ترجمة نانسي قنقر